اهلا بكم الى نشرة مفصلة من الاخبار نبدأها بالعناوين حرب الطاقة تحتدم بين روسيا والاطلسي غاز بروم توقف وضخ الغاز الى اوروبا عبر نوردستريم بسبب عطل تقني ومجموعة السبع تحدد سقفا لأسعار النقط الروسي واشنطن تعلن عن صفقة اسلحة بمليار ومئة مليون دولار لتايوان وبيكين تتوعد باجراءات مضادة في ضوء الوضع المستجد بمشاركة عشرات المقاومين نابلس تؤبن الشهدين محمد العزيزي وعبد الرحمن صبح وتؤكد الاحتلال وجهة سلاحنا الوحيدة مصدر ايراني مطلع يؤكد للميادين ضرورة رفع واشنطن الغموضة عن مسألتي الضمانات والدعاءات الوكالة الدولية لإتمام الاتفاق النووي الآلاف يتظاهرون في الارجنتين تضامنا مع نائبة الرئيس بعد نشاتها من محاولة اغتيال موسيقى أهلا بكم نستهل نشرة من آخر تطورات المواجهة الروسية الأطلسية وتحديدا من ملف الطاقة اعلنت شركة غاز بروم الروسية إيقاف ضخ الغازي الأوروبا عبر أنبيبي نوردستريم واحد بسبب عطل تقني الشركة أكدت في بيان لها اكتشاف تسرب زيت في منافذ كابلات أجهزة الاستشعار وقالت إنه تم تلقي تحذير من الخدمة الفيدرالية الروسية لرقابة بأن الأعطال والأضرار المكتشفة لا تسمح بتشغيل محرك التوربينات وبحسب الشركة لا يمكن تصليح هذه العيوب إلا في المصنع في كندا حيث تعرقل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا عمل الصيانة وكان وزير المالية الياباني شونيتي سوزوكي قد أعلن أن وزراء مالية دول مجموعة السابع ورؤساء البنوك المركزية فيها قرروا بالإجماع تحديد سعر النفط الروسي وعفقا لما نقلته وكالة كيو دو للأنباء فقد أشار الوزير إلى أن السبب وضع الحد الأقصى للسعر هو الحاجة إلى خفض دخل روسيا من مصادر الطاقة ومن أجل تنفيذ هذا الإجراء تم الاتفاق على تشكيل تحالف دولي واسع وحضر تقديم أي خدمات نقل بحري للنفط الروسي إذا تم بيعه بسعر أعلى من السقف الذي يحدده التحالف رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين وفي كلمة لها على هامش اجتماع للمشارعين الألمان المحافظين قالت أن الوقت حان لوضع حد أقصى لسعر غاز خط الأنابيب الروسي المتضفق إلى أوروبا لمواجهة ما وصفته بمحاولات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التلاعب بسوق الطاقة الأوروبية أعتقد اعتقادا راسخا أن الوقت قد حان الآن لفرض حد أقصى لسعر غاز خط الأنابيب الروسي إلى أوروبا لقد اتفقنا على تخزين المشترك ومستوى التخزين في أوروبا يبلغ الآن 80% وقد تم تحقيق ذلك بسرعة أكبر مما كان متوقعا لقد عملنا على نحو مكثف للتخلص من اعتمادنا على الغاز الروسي من خلال اللجوء إلى مواردين آخرين في الوقت الحالي تقدم النرويج إلى أوروبا غازا أكثر من روسيا وتسلم الولايات المتحدة كميا أن هذا كله لا يكفي أعلن المدير العام للوكالة الدولية للتاقة الذرية رفيالي جروسيان قسما من فريق خبراء الوكالة سيبقى في محطة زابروجيا النووية أياما عديدة لتقييم الوضع في المحطة وفي أعقاب تفقده المنشأة النووية وعودته إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف أضف جروسيان السلامة المادية لأكبر منشأة نووية في أوروبا انتهكت نتيجة تعرضها لقصف متكرر هنا ترون دائرة حمراء كبيرة في إشارة إلى تحركات عسكرية تجري في محيط المنشأة نرى نشاطا عسكريا حول المحطة رأيت أنا وفريقي ثقوبا وآثارا على المباني من القصف وهذا يعني أن سلامة المحطة قد انتهكت ليس لمرة واحدة بل لمرات عديدة كشفت صحيفة Wall Street Journal أن البنتاجون أطلق حملة وسعة لتسريع مبيعات الأسلحة الأمريكية للحلفاء ذلك في محاولة لملء الفراغ الحاصل في الدول التي قدمت اعتادا عسكريا لأوكرانيا ونقلا عن مسؤول عسكري ألف البنتاجون فريق عمل من كبار المسؤولين للبحث في انخفاض مبيعات الأسلحة الأمريكية والبدء ببيع طائرات من دون طيار ومدافع ومروحيات ودبابات لوضعها في أيدي شركاء واشنطن وحلفائها على نحو الأسرى أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها مليار ومائة مليون دولار لتايوان تشمل دفاعات جوية وأنظمة رادار وصواريخ اعتراضية وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية قالت أن الصفقة تشمل أنظمة رادار وصواريخ هاربون وصواريخ سايد ويندر أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجير يابكوف أن درجة مشاركة الولايات المتحدة في الوضع حول أوكرانيا مستمرة في الازدياد بما في ذلك من خلال توفير الدعم العسكري واصفا هذا الاتجاه بالخطير وكالة تاس الروسية نقلت عن ريابكوف قلق الإدارة الروسية بسبب درجة انغماس واشنطن في أوكرانيا وكشفت عن تحذير موسكو لواشنطن مرارا من عواقب هذا الانقراط المباشر الذي قد يصل إلى طريق لا عودة وفي أول رد فعل على الخطوة توعدت بكين باتخاذ إجراءات ضد واشنطن إذا لم تتخلى عن صفقتها الجديدة لبيع الأسلحة لتايوان المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو أكد أن بلاده ستتخذ بحزم إجراءات مشروعة وضرورية في ضوء الوضع المستجد أكد أن البلايات المتحدة تقود سيادة بلاده ومصالحها الأمنية شارك الألاف في مدينة نابلس في حفل تأبين الشهدين محمد العزيزي وعبد الرحمن صبح مؤسسي مجموعة عرين الأسود عشرات المقاومين انضموا إلى حفل التأبين الذي أقيم في البلدة القديمة بمناسبة مرور 40 يوما على استشهاد العزيزي والصبح ألقى أحد المقاومين كلمة باسم مجموعات عرين الأسود وجه فيها التحية للشهدين مؤكدا أن نابلس وجنين انتفض طال يوم في وجه المحتل رغم القيود الثقيلة على الضفة الغربية جديدا على أن بنادق مجموعات عرين الأسود لن تهدر رصاصها في الهواء عبثا وستكون وجهتها الوحيدة هي الاحتلال وأن إطلاق النار في الهواء هو خروج عن الصف الوطني تشعبنا العظيم بمقاومته المنظمة تارة وبقوة الإدارة الداتية تارة أخرى قادر كل يوم على تشديد الدماء في أروس المقاومة بأشكال كثيرة وأساليب ما ترخصه وهذا النهج يعني ما شاء الله نهج المقاومة ما شاء الله يعني حسيت إنه في نفس شريف الحمد لله رب العالمين رح يتموا عن نهج المقاومة إن شاء الله تعالى النصر إذاك أنت لما تقول حفل تأبير لا تقل عن 15 إلى 20 ألف نسمة هذا الحمد لله استفتاء ولكن أكثر من مؤتمر صار أكثر من مهرجان صار بمسميات غير وطنية وغير صحيحة كان لعدد سفر الحمد لله واضحة نفس الشباب الحمد لله واضح بأروض الشريفة واضحة ضربات استخبارية واملية معقدة أكدت سرايا القدس ووجهتها إلى الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة وحدة الساحات وإدارتها غرفة العمليات والقيادة تحت الأرضية أكرم دلول نحن هنا تحت الأرض في واحدة من غرف إدارة العمليات حيث كانت تدير سرايا القدس معركة وحدة الساحات من مثل هذا المكان كانت تصدر القرارات الخاصة بتحديد مدايات النار التي كانت تستهدف الاحتلال الإسرائيلي طيلة أيام العدوان فساعة الصفر لبدء المعركة ردا على العدوان انطلقت من هنا عبر غرف العمليات والقيادة هذه أديرت معركة الميدان ووزعت المهام على مختلف التشكيلات العسكرية التابعة للسرايا على مدار اللحظة وعبر وسائل الاتصال الآمنة كان يتلقى المقاتلون على الأرض تعليمات القيادة ويعملون بمقتضاها وفق الخطط الموضوعة نحن في قيادة سرايا القدس وضعنا خطة تستمر لعدة أيام وفق مجريات الأحداث ومتابعة الأحداث الحاصلة في قطاع غزة حيث أننا قمنا بإدارة المعركة بالشكل الصحيح والسليم حيث قمنا بتوزيع المهام للتشكيلات العسكرية وتوزيع النيران وفق الخطة الموضوعة مسبقا هذه صور خاصة بالميادين لليوم الثاني من العدوان تظهر جانبا من تحكم صرايا القدس في مجريات المعركة عند الساعة الواحدة ظهرا تصدر قيادة السرايا قرارا عاجلا ويعمل على تنفيذه في غضول ثلاثين دقيقة ردا على قصف المدنيين صليات صاروخية مكثفة وتوسيع رقعة الاستهداف لتطال مدن تل أبيب والقدس المحتلة صواريخ جديدة تستخدم للمرة الأولى خلال المعركة كصاروخ البدر ذي القوة التدميرية الكبيرة بالتزامن مع تفعيل قوات المدفعية تم تشكيل وحدات خاصة من سلاح الإسناد لقصف هذه المواضع برشقات صاروخية حيث تم استهدافها استهداف مباشر وهناك مشاهد ترى بالعين المجرد تم رصدها وتصويرها وتوثيقها لدينا كانت رموصة طزاعة مشاهدة هو تطور لافت للقدرات العملياتية والاستخباراتية المتراكمة التي تتمتع بها سرايا القدس في إدارة معاركها مع الاحتلال تطور أفشل أهداف إسرائيل التي حذرتها السرايا من مغبة أي خطأ في التقدير رسالتنا لهذا العدو الغاشم بأن لا يختبرنا مرة أخرى فنحن في سرايا القدس قد أعددنا العدة وجاهزنا أنفسنا لملاقاته يوما بعد آخر تثبت المقاومة الفلسطينية أنها أقوى وأقدر على ردع أي عدوان إسرائيلي أكرم دلو الغزة الميادين أكد مصدر إيراني مطلع للميادين أن الاتفاق النووي سيكون في متناول اليد إذا أزال الأمريكيون الغموض في مسألتين ضمانات ودعاءات الوكالة الدولية إلى ذلك أوضح مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد بارندي أن الرد البناء من وشهة نظر واشنطن هو قبول الشروط التي حددتها أما بالنسبة إلى إيران فرد يعني أن يكون الاتفاق متعادلا ومضمونا أو في تغريدة عبر تويتر لفت مارندي إلى أن الوقت حان لكي يتخذ فريق الرئيس الأمريكي قرارا جديا بعدما قدمت طهران ردها كما وعدت وعلى خط الموازن أكد منذ بروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخايل أوليانوف أنه يمكن قبول الرد الإيراني على مقترحات واشنطن بشأن الاتفاق النووي في تغريدة له اشترط أوليانوف لتحقق هذا الأمر وجود إرادة سياسية معللا إمكانية القبول بأن الاقتراحات الإيرانية ليست طموحة أكثر من اللازم على حد تعبيره في المقابل نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض وجود أجواء سلبية فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران وذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن واشنطن قد تؤجل توقيع الاتفاق إلى مبعد انتخابات التجديد النصفي وضفان الرسائل الإيرانية إلى البيت الأبيض قوبلت بخيبة أمل من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن كما نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول في إدارة بايدن قوله إن رد الإيراني قيد الدراسة لكنه ليس مشجعا على الإطلاق إلى لبنان حيث لا يزال ملف ترسيم الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة معلقا في مرفعة واشنطن مستوى اهتمامها بالملف بمؤشر على الأبعاد الخطيرة لأي مواجهة عسكرية يتي ذلك في وقت نشر فيه قرار تجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حيث تضمن فقرة لم تكن قد وردت سابقا ونصت على أن اليونيفلا لا يحتاج إلى إذن مسبق لأداء مهماتها المفاوضة إليها وأن بإمكانها فعل ذلك بطريقة مستقلة وهذه الفقرة كانت مطلبا دائما للإسرائيليين سابقا محمد أبو عبد الله والتفاصيل إنه أيلول سبتمبر قد حل أخيرا حيث مفاوضات ترسيم الحدود معلقة المصير فيدخل على الخط الرئيس الأمريكي شخصيا ليجعل من هذا الاستحقاق أولوية كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض وفي ذلك خشية واضحة من إدارة بايدن في ظل احتمال انزلاق الأمور إلى تصعيد عسكري من شأنه إرباك حسابات واشنطن خارجيا وتعميق أزمة الديمقراطيين داخليا مع اقتراب انتخابات نصفية محتملة الخسارة أجرى بايدن مكالمته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤكدا أهمية إتمام مفاوضات الترسيم مع لبنان خلال أسابيع بعد أن تأخرت عودة الوسيط الأمريكي عاموس هوكسين واستبطأها الجانب اللبناني بشكل صريح وقد يكون الحرج واقعا على إسرائيل في ظل معطيات توحي بضغط من واشنطن بعد مماطلة تل أبيب التي أجلت استخراج الغاز من كاريش فراح أعلامها يغرق وساطة هوكسين بمعلومات مغلوطة مختلقة لكن المسؤولين الأمريكيين نفوا صحة التسريبات بشأن المقترحات وما يحمله الوسيط من إسرائيل إلى لبنان قريبا ولا ريب في أن للتسريب المفند مقاصده فبعضها لحسابات الداخل المقبل على انتخابات حاسمة وبعض آخر يحتمل السعي إلى إرباك اللبنانيين والغرض دفعهم إلى تنازلات بإحداث شرخ في صفهم تفريقا لوحدته إزاء قضية الترسيم فالتضليل الإعلامي قد يثير حفيظة فريق منهم فيقع المرجو إسرائيليا وبين مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وإدخال تعديل على قرار التجديد لقوات اليونيفل ثم تتزامن لعله يكون وثيق الصلة ولسيما أن الإضافة تعطي اليونيفل صلاحية أداء مهماتها من دون إذن مسبق من الجيش اللبناني أو تنسيق معه ذاك نتيجة للتحريض من إسرائيل وهو ليس بالجديد وقد تجد حكومة الاحتلال في التعديل مكسبا في ذروة ارتباك القادة الإسرائيليين إزاء الجبهة الشمالية بعد تهديد حزب الله على مستواه الأعلى فالإصبع على الزناد يتوقف التصعيد على وضع كاريش وغازه وعلى الاستخراج المتزامن المرهون مصيره بالتفاوض على الحدود وقد يتجاوز التصعيد كاريش وما بعد بعد كاريش وتعقبا على النص الذي أضيف إلى قرار تجديد لليونيفل حذر الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية أمين حتيت من أن ما يجري هو انقلاب جذري في مهمات اليونيفل أضف حتيت في نشرة سابقة أن التعديل تعطي اليونيفل صلاحية أمنية من دون التنسيق مع الجيش اللبناني ما ينتقص من السيادة اللبنانية اليوم أصبحت اليونيفل شريكة للجيش اللبناني في ممارسة السيادة هذا أمر خطر جدا ولا يمكن أن يمر مرور الكرام في الداخل اللبناني ينبغي أن يكون هناك موقف من قبل القوى ومراجعة الأمم المتحدة في هذا الموضوع وهذا قضم للسيادة وانقلاب على واقع كانت إسرائيل ترجو تغييره سابقا وتفشل واليوم بعد 44 عام نجحت فيما تريد وفي تل أبيب يتصدر ملف ترسيم الحدود وجهة الاهتمام في ظل حديثا إسرائيليا عن شهر حاسم وضغط أمريكي كبير لتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن تقرير منال إسماعيل فيما استمر المسؤولون الإسرائيليون في التزام الصمت في إزاء المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل والمقترحات بهذا الشأن خرجت وزيرة الطاقة الإسرائيلية عن صمتها لتربط موضوع استخراج الغاز بقدرة الشركة المستخرجة ولتتحدث عن استمرار المفاوضات في هذا الموضوع نحن حاليا ندير مفاوضات بشأن الحدود البحرية مع لبنان والنتائج غير معروفة حين يكون هناك شيء ما سأبلغكم به وصف محللين إسرائيليين شهر أيلول سبتمبر الحالي بالشهر الحاسمي بشأن النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل مع قربي موعدي بدء تفعيل منصة كاريش ترفق مع حديث معلقين إسرائيليين عن ضغط أمريكي على لبنان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية ضغط تجلى وفقا لهم بنحو واضح في دخول الرئيس الأمريكي جو بايدن على خط هذا النزاع ويستكمل أيضا بوصول الوسيط الأمريكي في المفاوضات البحرية آموس هوكستين إلى المنطقة الولايات المتحدة زادت الضغط في محاولة منها للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية وهذا الموضوع طرح أيضا خلال محادثة بايدن ولبيد والأسبوع المقبل أيضا سيصل هوكستين إلى المنطقة في الواقع نحن في شهر يشيرون إليه في إسرائيل على أنه شهر حاسم من أجل التوصل إلى اتفاق وهو شهر حاسم أيضا من ناحية التوتري على الحدود دخول البيت الأبيض على خط النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل سيترجم بحسب خبراء إسرائيليين في مقترح سيحمله معه هوكستين في زيارته المقبلة وسيكون مقترحا أخيرا بعبارة واضحة خذوه أو تركوه المقترح سيرسم بحسب هؤلاء الخبراء خطا وسطيا بين مطالب بيروت وتل أبيب بمعنى سيبقى حقل كاريش ضمن السيطرة الإسرائيلية فيما يفترض أن يقسم حقل قانا الذي يقع إلى الشرق منه بين لبنان وإسرائيل تحت عنوان وحدة ساحات الأمة لمقاومة الاحتلال والعدوان والتطبيع ينعقد في البقاء اللبناني مخيم الشباب القومي العربي في دورته التاسعة والعشرين التفاصيل في التقرير التالي لجمال الغرب مخيم الشباب القومي العربي في دورته التاسعة والعشرين ينعقد في لبنان تحت شعار وحدة ساحات الأمة لمقاومة الاحتلال والعدوان والتطبيع شعار يتكامل مع معركة وحدة الساحات في فلسطين كما يؤكد المنظمون لأن الأمة تقاوم وحدة الساحات المقاومة هو الحقيقة التي ينباقي أن نؤكده بذات عندي جيل من الشباب نأمل أن يقود هذه المقاومة يدرك أن الأمة العربية كلها ساحة واحدة وانتعددت المشاركون قدموا من دول عربية عديدة وتحتضن الجامعة اللبنانية الدولية في البقاء أكثر من 150 شاباً وصبية أزال الحدود والفوارق المصطنعة بينهم من خلال مجموعات عمل مختلطة نحن اليوم بهذا المخيم بنعيش حالة خليني أقول الوطن العربي حالة أنه نحن عايشين بوطن واحد بيكون في عنا جلسات نقاش جلسات حوار لحتى نحن نقدر نطلع بطريقة لحتى نروح فيها باتجاه هذه الوحدة مثل ما أنها حجر أساس بهذه الفكرة التي نحن نشتغل فيها المخيم هو فرصة للقاء مجموعة من الشباب العرب من جميع الدول العربية متعدد الثقافات متعدد الآراء والتوجهات لكن رغم هذا الاختلاف تجمعنا الهوية العربية تجمعنا القضايا الفلسطينية لا تخل جلسات النقاش في بعض الأحيان من بعض تباين لكن يبقى أن هذا المخيم هو مساحة للتفاعل الفكري والثقافي بين الشباب العربي والهدف بالنسبة إليهم هو توحيد الجهود ليكونوا أكثر فعالية في الدفاع عن قضاياهم هذه اللقاءات التي استعادت زخمها تؤكد مرة أخرى أن فلسطين ما زالت هي البوصنة وأن تنموع المشاركين يعكس إيمانا صادقا بقضية الأمة وبضرورة توحيد الساحات دعما للمقاومة وردا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي جمع الغربي لخيار البقاع الغرب لبنان الميادين يسجل لبنان تراجعا لافتا في خدمات الاتصالات بعدما خرج بعض السنترالات من الخدمة نتيجة نفاذ مادة المزوت وأدراب موظفي القطاع بسبب عدم زيادة رواتبهم عبس الصباغ والتفاصيل الأزمات في لبنان تتدحرج فشلل القطاعات أشبه بسباق يكتنف تخصيب الأزمات من الكهرباء إلى المحروقات مرورا بالطحين وغيره وصولا إلى الاتصالات فالقطاع الذي كان يعتبر كنزا للخزينة على مدار السنوات الماضية بات اليوم شبه مشلول على الرغم من رفع التعرفة ما بين ضعفين وخمسة أضعاف ما بين هدر وما بين فساد ما بين سرقات كما يقولون بالعربي المشبرح القطاع يتهاوى نعم أرول نقبل أن يفلس هذا القطاع حتى يباع بأبخس الأثمان ثم يعاد استرداده من القطاع الخاص من أجل أن يعود ليكون دجاجة طبيض ظهبا لأصحاب بعض المتنفعين وليس للدولة اللبنانية وللمكلف اللبناني كل ذلك يترافق مع تراجع الخدمات وتوقف السنترالات إما بسبب نفاذ المازوت لتشغيل المولدات بسبب الانقطاع الدائي للتيار الكهربائي وإما بسبب إضراب موظفي القطاع وأيضا بسبب صدقات تتعرض لها مراكز الشبكات إضراب عزل مناطق لبنانية عديدة فالموظفون يطالبون بزيادة رواتبهم ولا سيما مع تراجع القدرات الشرائية لللبنانيين بعد التدهور المريع في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي نحن فقط عم نطلب أنه يقدر الموظفنا يستمر لنقدر نقدم الخدمة لكل الناس لأنه نحن ولا مرة وقفنا لا بالكورونا ولا بحرب تموز ولا بـ 17-20 ولا بأي ظرف ونظروف وقفنا الخدمة أما انعكسها على كل البلد قطاع الاتصالات بات العصب الرئيسي للاقتصاد بوظائفه الإنمائية والاجتماعية والمصرفية وغيرها وتراجع خدماته أو انقطاعها يهددان ركائزه فكيف إذا كان ذلك في بلد منكوب ومحاصر مثل لبنان قطاع الاتصالات في لبنان يترنح ويكاد ينهار وزيادة التعريفة خمسة أضعاف لم تحل دون تراجع الخدمات ويفاقم الأزمة إضراب موظفي هذا القطاع الحيوي ما يهدد بعزل البلاد بعدما أضحط الانترنت والاتصالات عصب الحياة عبد السباق بيروت الميادين هذه نشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل نحو عشرين قتيلا في تجدد الاشتباكات القبلية جنوب السودان أهلا بكم من جديد ارتفعت إلى خمسة وعشرين قتيلا حصلت ضحايا الانفجار الذي استادف مسجد كازارجاه أحد أكبر المساجد في مدينة هرات الأفغانية قالت وزارة الداخلية أن الانفجار أدى أيضا إلى إصابة ثلاثة وعشرين شخصا قبل ثلاثة الجمعة ودى الانفجار بحياة إمام المسجد بالرحمن الأنصاري وهو رجل دين مؤيد لطالبان إلى تونس حيث أعلنت وزارة الدفاع مقتل ثلاثة من أعضاء ما يسمى تنظيم جند الخلافة في عملية مشتركة بين الجيش والحرس والأمن في ولاية القصرين الوزارة لفتت إلى أن العمليات لا تزال جارية لتعقب ما تبقى من العناصر الإرهابيين للتنظيم مصادرات السلطات التونسية أو صادرت السلطات التونسية كمية كبيرة من الذخيرة والأسلحة كانت تستخدم للتهريب إلى منظمات إرهابية سريعا تتجه تونس إلى استثمار نجاحها في تنظيم قمة تيكات ثمانية لتطرح على المستثمرين اليابانيين بعد توقيع اتفاقية تعاون مع شركتين يابانيتين لصناعة السيارات بهدف توسيع نشاطهما في تونس تطرح تطوير مجالات الشراكة في صناعة السيارات الكهربائية تقرير عماد الشتارة تونس ترهن على التوسع في مجال صناعة السيارات الكهربائية والطائرات والصناعات الدوائية والبيوتكنولوجية من خلال تعزيز التعاون والشراكة مع اليابان مجالات تؤمن بأنها تمتلك فيها قدرات عالية تسمح لها بكسب رهان المنافسة في إطار برنامج طموح لتحقيق أهداف استراتيجية تونسية للتنمية بحلول سنة 2035 وذلك من خلال تنويع المجالات الاقتصادية ثم مشاريع اتفاقيات على مستوى تصنيع السيارات ثم على مستوى تصنيع الأدوية مشاريع زادة إن شاء الله مع أن تتم مذكرات تفاهم بخصوصها ونطمح من خلال شراكة مع اليابانيين ومن خلال تعاونهم أن يصيرها على مستوى المشاريع فرص عديدة فتحتها قمة التيكات ثمانية أمام أصحاب الأفكار المتجددة والمشاريع الواعدة للتعريف بمشاريعهم أمام المستثمرين اليابانيين والأثارقة بحثا عن فرص تمويل وفتح أسواق جديدة لترويج منتجاتهم قمت بتقديم بحث عن الارتفش البنكرياس اللي هو المعالج المرضى السكري خاصة لكبار السن والحمد لله شاركنا بالبحث وأخذت جائزة البحثية براءة الاختراع تتمثل في نظام يساهم في تحسين الكفاءة الألواح الفوتوظوئية الواحد هنا في مشكلة لهم يسخنوا برشا السخانة هذه كمس أثر سلبيا على الكفاءة تحهم هذه كمس أصنعنا نظام بورفادوريزي مع أكثر من 50% سخانة ضيعة إلى أصلاحات إدارية كبرى ومراجعات للنصوص التشريعية تحتاج تونس لتحسين مناخل استثماري وإزالة العقبات من أمام أي مشاريع مستقبلية ودع تونس قمة تيكات ثمانية ليفتح باب النقاش الاقتصادي في العمق مع أصحاب الاختصاص والمستثمرين نقاش يطرح فرص تثمين الأفكار المجددة والترجمتها فضلا عن تطوير مجالات الشراكة والتعاون بين تونس واليابان يتصعد التوتر في العلاقات بين تونس والمغرب على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي تفاصيل أكثر في تقرير ملك خالد لا يزال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في مطار قرطاج على هامش الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الاقتصادي الأفريقي الياباني تيكاد سببا لتصعد التوتر بين تونس والمغرب الرد المغربي جاء في اليوم عينه قررت الرباط وعدم المشاركة في تيكاد واستدعت سفيرها من تونس فردت الأخيرة بالمثل لتنطلق موجة بيانات وبيانات مضادة آخرها مقاله الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية عن أن هذا الاستقبال عمل خطير وغير مبرر مضيفا أن الجميع من مختلف المكونات في المجتمع المغربي دان هذا الاستقبال لأنه يسيء إلى مشاعر الشعب المغربي هذا التوتر ليس مخصورا في الجانب الدبلوماسي فقط فقد انسحبت نواد واتحادات عديدة من بطونات وألعاب كانت مقررة في تونس نتيجة لما حدث فيما هناك تسريبات نقلتها وسائل أعلام مغربية عن دراسة الرباط إمكانية مراجعة أو تعليق الشراكة التجارية مع تونس والمتمثلة في اتفاق التبدل الحر العاهل المغربي محمد السادس قال أن الصحراء الغربية هي النظارة التي ترى من خلالها المغرب دول العالم وطالب حلفاء بلاده بتوضيح مواقفهم من هذه القضية فيما تونس لا تعترف بصحراء الغربية دولة مستقلة وأوضحت أن الاتحاد الأفريقي وجه إلى البوليساريو الدعوة إلى قمة تيكاد التي استضفتها كما دعاها إلى القمم السابقة في كينيا واليابان فهل ستبقى العلاقات التونسية المغربية عالقة في دائرات التوتر والتصعيد؟ دعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى أعمال ملموسة من أجل بلوغ أهداف مصار التنفيذ الشام لاتفاق السلام والمصالحة في مال المنبثق من مصار الجزائر لعمامرة أكد خلال افتتاح الاجتماع السادس للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المنعقدة في العاصمة باماكو أن مال بدأت بتنفيذ إصلاحات مؤسساتية بهدف تعزيز الأمن الاجتماعي والسلامي في البلاد أدى تجدد الاجتباكات في إقليم ولاية النيل الأزرق في جنوب السودان إلى مقتل ثمانية عشر شخصا على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين الجماعات المتحاربة مفوضية المساعدات الإنسانية السودانية قالت إن المنطقة تشهد تجددا للاجتباكات بين قبيلة الهوسة ومجتمعات النيل الأزرق مشيرة إلى أن الآلاف لا ذو بالفرار إلى كوبا حيث انتقد نائب وزير خارجي كارلوس فرناندز البرنامج الذي تطلق عليه واشنطن اسم تعزيز الديمقراطية بهدف تمويل المعارضة في بلاده معتبرا أنه تدخل غير قانوني هدفه إطاحة الحكومة فرناندز قال إن الولايات المتحدة لم تكتفي بمحاولة تجويع الشعب الكوبي بل تمول جماعات بستة ملايين دولار بهدف إثارة الرأي العام ضد الحكومة بذريعة المشاكل الاقتصادية التي يتسبب فيها الحصار الأمريكي لبلاده الولايات المتحدة لم تكتفي بمحاولات تجويع الشعب الكوبي وحرمانه الدواء والغذاء بل تستخدم ستة ملايين دولار في برنامج تعزيز الديمقراطية المزعوم لتمويل جماعات لإثارة الرأي العام ضد الحكومة بذريعة المشاكل التي نواجهها نتيجة الحصار واشنطن تعلن صراحة اليوم ما فعلته سرا لسنوات لأنها تعتقد أنه يحق لها ذلك فقط بسبب كونها دولة قوية في الأرجنتين نزل الآلاف إلى شوارع بيونس آيرس للتضامن مع نائبة الرئيس كريستيانا فرناندز دي كيرشنر التي تعرضت لمحاولة اغتيال أظهرت لقطات فيديو من طائرات من دون طيار تجمع الألاف في ساحة بلازا دي مايو الشهيرة حملين لفتات تظهر دعمهم لكيرشنر التي نجت بأعجوبة محاولة اغتيال بعد تعطل السلاح الذي يصوب نحو واجهها أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن هجوما بالمتفجرات في جنوب غرب كولومبيا أسفر عن مقتل ثمانية من عناصر الشرطة في تغريدة على موقع تويتر ندد بيترو بالهجوم معربا عن تضامن مع عائلاتهم وهذا الهجوم هو الأخطر في كولومبيا منذ وصول بيترو إلى السلطة بداية آب أغسطس الماضي في الولايات المتحدة سفير بحرني يتعرف إلى إسرائيل من خلال نتفلكس وفي بريطانيا سفير سعودي يسيء إلى دولته من حيث لا يدري عبر استحضار تاريخ نشأتها القبلية متنصلا من طبيعتها الدينية ووقف تتزاحم الأسئلة بشأنها عن السفير العربي ودوره في الفترة الأخيرة تقرير محمد بو عبدالله في العرف الدبلوماسي ترسل البعثات لتمثيل الدول وعلى رأسها السفراء توطيدا للعلاقات والتعاون ودفاعا عن المصالح والقضايا فما الذي يفعله السفراء عرب في اللقاءات والأنشطة الرسمية وعند الظهور إعلاميا في مؤتمرات أو مقابلات تلفزيونية يعبر السفير البحرين في واشنطن عن حالة غريبة أفرزتها موجة التطبيع التي انخرطت فيها المملكة إذ يطل سفيرها عبدالله بن راشد أخيرا معبرا عن الولع بالتعرف على إسرائيل في بداية مسار التطبيع فبأي شكل يترى كنت أبغي أفهم ما هو واقع حياة الناس في إسرائيل فلجأت إلى بعض المسلسلات في نتفلكس على سبيل المثال هذا المسلسل اللي اسمه فوضى فهل نحن أمام حالة عابرة النشاز أم هي فوضى في أنشطة السفراء العرب ولا سيما الخليجيين قبل أشهر تفوه السفير السعودي في بريطانيا بكلام يرسم صورة سيئة عن المملكة بغير قصد ربما وهو يخاطب نخبة أكاديمية في جامعة أكسفورد محاولا إضفاء سبغة غير دينية إلى دولته تنحدر العائلة المالكة الحاكمة من مجرد قبيلة بدوية تغلبت بالحرب على قبائل أخرى وهذا من منطوق السفير خالد بن بندر بن سلطان وإن نظرنا إلى سفير الإمارات في تل أبيب فلن نجد لعمله أثرا يذكر ولسيما بعد تذرع أبو ظبي بمساعدة الفلسطينيين من موقع المطبع ذي العلاقة الجيدة مع إسرائيل لكنها انغمست في التطبيع يؤكد مراقبون ثمت أيضا أدوار أخرى خارجة عن الأعراف تتجلى في التأليب والتحريض والتدخل في شؤون الدول كذاك الذي أثارته قضية طلب بغداد من الرياض استبدال سفيرها ثامر السبهان فهل على هذه الشاكلة هم الدبلوماسيون العرب؟ هناك المتصدون للقضايا بدبلوماسية نشطة حتى في الظروف الحالكة إذ ينافحون من أجلها بشجاعة ونبرة حادة إن اقتضى المقام مقالا شديدا اللهجة والخطاب كما دأب عليه الدبلوماسي السوري بشار الجعفري أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو أن 244 مليون طفل غير ملتحقين بمدارس في العالم اليونسكو في تقرير لها أشارت إلى أن 98 مليون طفل من هؤلاء ويمثلون 40% من العدد الإجمالي يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء ولسيما في نيجيريا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ختام نشرتنا من ساحل العاج هذه المرة نتوقف عند المهاجرين ومهنة غسل الملابس التي تعد من أبرز المهن الرائجة في البلاد علي مرتضى والتفاصيل ترجمة نانسي قنقر في وسط مدينة أبيجون وبالقرب من غابة بانكو يقوم المهاجرون من الدول القريبة من الكود ديبوار بالعمل هنا يقومون بجمع الطياب وأحضارها إلى هذا النهر بجانب هذه الغابة الوطنية المعروفة في هذه المدينة للقيام بغسلها ذلك لأنهم لا يملكون أوراقا للعمل ويستخدمون هذا العمل كمصدر للرزق أنا من مالي وأجني كل يوم خمسة دولارات بالنسبة إلى الآخرين لا أعرف كم يجنون يوميا كل عام أزور بلدي ولدي ثلاثة أطفال وأمن قوتهم أنا أجمع الطياب يوميا في الصباح وأتي إلى هنا لغسلها وإعادتها مقابل مبلغ زهيد لقد تركت بلدي عام 2018 كي أعمل هنا أنا أكسب القليل يوميا ولكن ذلك يكفيني لتوفير الطعام لي ولعائلتي أخرج في السادسة من كل صباح وأطرق أبواب المنازل بحثا عن ثياب لغسلها وعند الساعة الخامسة من بعد الضهر أعود إلى منزلي إذا وجدت الكثير من الثياب فإن المردود يكون جيدا لكن أحيانا يكون المردود قليلا في هذه المياه غير النقية يقوم المهاجرون الذين يعملون هنا بتنظيف السياب فإن التنظيف يكون في مياه كما ترون ليست نظيفة كليا ولكنهم استطاعوا أن يكونوا من هذه المنطقة ومن هذا العمل حرفة يعيلون بها عائلاتهم بسبب الظروف الصعبة التي يمرون بها كمهاجرين في الكوديفور علي مرتضى أبي جا الميادين النشرة انتهت وهذا تذكير بعنوينها حرب الطاقة تحتدم بين روسيا والأطلسي غازبروم توقف دخل غاز إلى أوروبا عبر نوردستريم بسبب عطل تقني ومجموعة السبع تحدد صحفة لأسعار النفط الروسي واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة بمليار ومائة مليون دولار لتايوان وبيكين تتبعد بإجراءات مضادة في ضوء الوضع المستجد بمشاركة عشرات المقاومين نابلس تؤبن الشهدين محمد العزيزي وعبد الرحمن صبح وتؤكد الاحتلال وجهة سلاحين الوحيدة مصدر إيراني مطلع يؤكد للميادين من ضرورة ترفع واشنطن الغموضة عن مسألتين ضمانات واضعات الوكالة الدولية لإتمام الاتفاق النووي الآلاف يتظاهرون في الأرجنتين تضامنا مع نائبة الرئيس بعد نجاتها من محاولة اغتيال دائما المزيد الأخبار والتقارير تجدونها على صفحات الميدين على الانترنت الميدين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء